ما لنا من يهده الله فلا مضل له ومضل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سنتكلم بإذن الله سبحانه وتعالى أسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق والسداد عن نصائح في تربية الأولاد الولد في الشرع يشمل الذكر والأنثى نعم نعم هذه أمانة الأب والأم كلاهما مؤتمن على تربية الأولاد ولهذا قال أن أبواه يعني يكون قد يكون سبب لانحرافه نعم عن الفطرة التي خلق عليها فطر وخلق كل إنسان على توحيد الله لكن ممكن يغير هذه الفطرة الأبوي دون أن يشعر ممكن بقصد وبدون قصد منذ الصغر منذ أن يولد الصغير لابد من هنا تبدأ نعم التربية هذا الصغير عندنا يسكت الآن بماذا الأم عندما يبكي الولد وتسكته كيف تسكته بالأغاني نعم نعم تغني له حتى يسكت صح وممكن لن تنسى الكلام التي كانت تقول لك الأم مع أنه كنت لا تعقل لا تفهم وينشأ الولد على الغينة على الرقص نعم في موريتانيا الأم عندما تسكت الولد ماذا تقول تقل القرآن الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم فينشأ الولد على سماع القرآن هي تراجع والولد يسمع يخزن معلومات أو تقول له كلامنا لفظ مفيد كاستقم ألفية ابن مالك نعم فكل الأولاد في موريتانيا الولد الصغير يحفظ القرآن يحفظ ألفية ابن مالك يحفظ مختصر خليل كل الأولاد في الغالب من من؟ من الأم نعم عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أم أسماء بنته أبي بكر الصديق رضي الله عنها رضي الله عنهما عندما كان عبد الله طفل صغير طفل تسكت ماذا تقول له أنت تكون بطل نبيل هو طفل تقول أنت تكبر وتكون بطل ذو أخلاق نعم كانت أسماء تقس على عبد الله بن الزبير تقس عليه حتى خرج بفضل الله رجل صلب نعم قوي من السبب التربية من الصغر تربي على الرجولة أبوه من؟ الزبير الزبير قاعد في المعركة إذا جاءوا يعدوا 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 الأفراد يعدوا كم في الجيش واحد اثنين ثلاثة إذا وصل عند الزبير هذا لا يعدوا برجل الزبير وحده جيش ألف ألف رجل نعم فماذا كان يصنع الزبير حتى يربي عبد الله في القتال في الحرب يأخذ عبد الله معه يضع خلفه لا هنا أمامه أمامه يعني هو الذي يستقبل السيوف والرماح إذن الأب لابد يعتني بتربية الولد يربي على الرجولة على الشجاعة على الصدق على الآداب على الأخلاق الأم تربي أيضا من الأمور التي مثلا يعني جاءت بها السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكني الصغار أبو عمير أبو تراب علي رضي الله عنه ينشأ على أنه رجل أب يتزوج كله أولاد ويكني البنات حتى وإن لم يولد له حتى وإن لم يتزوج وهو صغير عائشة أم عبد الله حتى تنشأ تنشأ البنت تعرف أن ستكون أم ربي أمر الأجيال نعم وهذا تقول أبو عبد الله أبو عمير يعرف أنه رجل يختار له اسم حسن واسم للبنت اسم حسن كذلك لا يختار له اسم بالموسيقى نعم لأننا عندنا اليوم الأسماء بحسب الموسيقى أنا لا أريد أذكر لكم أسماء لكن أنتم تعرفوا أكثر مني إذن لابد نسمي الأولاد والبنات أسماء اسم هنا يدل على الرجولة واسم هنا يدل على الأنوثة وما أجمل الأسماء أسماء أهل الإسلام ما أجملها تسمي عبد الله عبد الرحمن أحب الأسماء إلى الله لكن ما يرضى بعض الناس ما يحب هذا الاسم شيطان من شياطين الإنس ماذا ينادي عبد الله ماذا ينادي عبودي عبادي عبده ما تحب ما تحب اسم يحبه الله ولا تنطق به تقول عبد الله اسم جميل اسم محمد محمد ميدو ميمو ميمو ممكن قط هذا ميمو هذا كما كان الكفار كفار ما ينادو النبي صلى الله عليه وسلم محمد ما يستطيعه هذا رجل حتى لو كان صغير تربيه على الرجولة ما تقول له ميمو ميدو محمد أبو عمير أبو عبد الله وكذلك البنت تكنيها عندنا ألعاب خاصة بالذكور ألعاب خاصة بالإناث يعني البنت الصغيرة دائما نعطيها من القطن ليس من البلاستيك مفهوم من القطن تعطيها مثلا دب أو طفلة صغيرة تربيها تعطيها الحليب هكذا يعني تغير لها الملابس حتى تعتاد أن تكون أم نعم والولد تعطيه ألعاب تليق به حتى في الألوان هناك ألوان خاصة بالإناث ألوان خاصة بالذكور حتى اللباس اللباس خاص بالإناث لباس خاص بالذكور تقول لا هذا خاص بالأنثى فستان ثوب غترة خاص بالرجال فهذا يشتري لابن الصغير غترة وعقال يقول أنت رجل ما شاء الله وللبنت يشتري لها حجاب للصغار جميل ونقاب مثلا يقول هكذا أنت ما شاء الله أجمل إذا بلغوا سبع سنين نفرق بينهم لا ينام الذكور إلا مع الذكور والإناث مع الإناث نقول هذا غرفة للذكور وغرفة للإناث وكذلك لا يناموا في سريل واحد حتى الذكور مع الذكور ولا الإناث مع الإناث الأمر بالصلاة أفضل شيء في التربية تربية على الصلاة البنت دائما تصلي مع أمها والولد مع بي يذهب معه لليأخذ معه للمسجد يحافظ عليه في المسجد معه لابد أن نزرع نسقي نزرع ونسقي القيم الإسلامية عندهم عندما يأتي الطعام من رزقنا هذا يقول الله قال أنت تريد شيء أطلب من الله قال يا أبي اشتري لي لعبة أدعو الله أن يرزقنا حتى نشتري اللعبة إذا جاءت اللعبة تقول هذا من فضل الله شفت دعوت جاءت اللعبة ولله الحمد أنت عبد لله سبحانه وتعالى المسلم لابد يعتز بإسلامه نحن قوم أعزنا الله بالإسلام مهما ابتغينا العزة بغيره نسرع في السلامة يكون الذل الله سبحانه وتعالى يقول هو الذي خلقكم من نفس واحدة يعني من آدم عليه الصلاة والسلام أو من نفس واحدة يعني جنس الإنس مع الإنس نعم وجعل منها زوجها يعني حواء خلقت من ضلع آدم عليه الصلاة والسلام نعم يحتج بعض العلماء يقول أن المرأة خلقت من ضلع آدم في الأصل حواء إذن المرأة تحب الرجل هكذا خلقها الله سبحانه وتعالى وتحتاج إليه ولهذا حثها الله سبحانه وتعالى على الزواج إن جاب الأولاد تربية النشأ الصالح نعم قال تزوج الودود الولود أمر بأن أن تكون هذه إذا ودود قد أعلى من الحب الودود الولود فإني مباهم بكم الأمم يوم القيامة فالمرأة الصالحة لابد تتزوج ما تترك النكاح والتبكير بالزواج نعم ولأن الزواج نصف الدين سنن الأنبياء والرسل عليه الصلاة والسلام ومن العجب أن اليوم من بعض المسلمين والمسلمات يقول لا لا تتزوج لا تتزوجي أعوذ بالله نصف الدين أمر النبي صلى الله عليه وسلم سنن الأنبياء والرسل عليه الصلاة والسلام لماذا تتوقع الشر أنت طيبة لا يعطيك إلا الله طيب أنت طيب لا يعطيك الله إلا طيب ليسكن إليها الزواج هو الوحيد الذي يكون به سكون الشهوة والله لن تسكن الشهوة إلا في الحلال هذا كلام الله تريد تقضي على الفواحش على الفاحشة على الحرام تقضي يعني تنتهي الفواحش يكون بالنكاح الزواج الصحيح ولي وشاهدان والسكون المودة والرحمة سكون شهوة واحد الثاني سكون مودة ورحمة ما يمكن أن تكون المودة والرحمة إلا بين الزوج والزوشة هذه الفطرة يكون على هذا إذا خالف الفطرة الناس فواحش تظهر أمراض تظهر لا إنجاب لا يوجد أولاد إذا خالف الفطرة أمراض نفسية لماذا؟ لماذا؟ سكينة رحمة عرب أين يذهب غضب النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية دخل إلى أم سلمة رضي الله عنها وشكالها أعطته الحل ما شكالي أبي بكر لعمر رضي الله عنهما إذا حل المشاكل النفسية بالنكاح الصحيح الزواج أكثر هؤلاء اللي تناولوا الأدوية النفسية في المصحات وكذا أكثرهم غير متزوج شوفها الآن مجرد نذكر الزواج يبتسم نعم صحيح أو لا نعم لأن فيه استقرار نعم استقرار شهوة وسعادة وحب وطمأنينة وبيت إسلامي نعم إذن لابد أن نطفئ الشهوة في الحلال لن تنتهي الشهوة في الحرام تخاف من الله تخافي من الله لا تعصي الله أسلك طريق الحلال تزوجي تزوج عندما ننظر الآن لمن يخالف الفطرة بترك الزواج بترك الإنجاب بالفواحش الشرب الخمور هذه الأمور لابد عندما تنظر إليهم تحمد الله ممكن هذا عندما يخرج من بيتي إلى أن يأتي هنا ينسى أن يذكر الله صح لكن يرى إنسان مخالف للفطرة مباشرة يقول يا رب لك الحم يذكر الله قويمة الله دائما ما يغير الله الله نعم ما يقول قاد أفضل لأنه إله عام يشمل ممكن أي إله لابد من إنكار المنكر بالقلب فالآن يقول كثرة ما أرى منكرات أنا لا أنكر أنسى تذكر تخرج يا رب لك الحمد يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك مفهوم لابد عندما تنظر للمخالفين للفطرة تدعو الله سبحانه وتعالى تغير بقلبك المرأة له حقوق في الإسلام من حق أنت تتزوج إذا منعها وليها من النكاح لابد ترفع أمرها للسلطان إذن هذه المرأة لا حقوق لا يمكن أن تباع تشترى تستغل في الفواحش لابد أن نعطي المرأة حقها الواجب لها تكرم لا تهان الأدوية هذه النفسية في الإسلام لا حاجة لها وأن تعرف أكثر من يأخذ هذه الأدوية هم منحرفين عن الفطرة بعض الفواحش كان يقول كفار مكة كفار مكة يقول لو لم يذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم عما كان من قوم لوط عليه الصلاة والسلام ما توقعنا أن أحد على وجه الأرض يصنع هذا في الأديان السماوية لا يوجد أحد ذم كما ذم قوم لوط عليه الصلاة والسلام لا يوجد ذم أكثر ذم كان لفعل قوم لوط عليه الصلاة والسلام لابد من الاهتمام بالأولاد قبل أن تحصل الكارثة الولد الآن إذا أخطأ لا تقول له أنت بنت لا عندما تقول أنت بنت هذا مشكلة هذا كذب تقول أنت رجل أنت بطل لماذا تبكي لابد أن تكون قوي لابد أن نعلم الولد أشياء الرمي مثلا كوب الخيل يعني تربي الولد على أشياء على أشياء دون الإهانة له تقول له أنت بنت هذه إهانة عندنا بعض الناس مثل مثلا إخواننا الصومالين جزاهم الله خير لباس خاص للإناث لباس خاص للذكور لباس تقليدي نعم لكن غير مخالف للإسلام بل موافق للإسلام فتجد النساء بالحجاب والرجال لهم لباس خاص مثل الإزار وكذا هذا جيد وهذا يقول عندنا لباس نحن هناك مثلا في المغرب لباس مثلا يقول هذا خاص بالرجال هذا الثوب المغربي مثلا فأنا ألبس هذا هذه إضافات من عندك الله يهديك قندورة من عندك نعم يا أخوان أمر مهم جدا لا أحد يغضب ما أحد يغضب من الحق لابد أننا نتناصح هل رأيت ابن باس أو ابن عثيمين أو الألباني أو الفوزان أو كبار العلماء واحد منهم يطيل الشعر لا لماذا هم أحرص على السنة مني ومنك طيب حتى إطالة الشعر عندنا فيها إسكال الآن لأنه متشبه يضع هذه بكلة وأش سميها أو ربطة في الخلف عندما تنظر له من الخلف تظن امرأة ما صنع هذا الصحابة أخواننا رضو الله عليهم ولا النبي صلى الله عليه وسلم ويضع جل نشي قولها أنت عتعرف ما أدري إش يضع يضع حاجة كذا تلمي تلمي على الشعر نعم اخشوشنوا فإن النعم لا تدوم يقول عمر رضي العين لابد الرجل يكون خشن ما يكون سفت يعني نعم نعم يضع هذا نعم بيبسي نعم عندنا يضع بيبسي بعض الشباب هدان الله نعم حتى يصير يلمع نعم يضع يضع ما اسمه هذا جل نهى عن الترجل إلا غبا يعني مو كل يوم رجل يقف أمام المرآة ويسرح شعره هذا لا ما يمكن لا جمال الرجل في رجولته جمال المرأة عند المرآة وقف أمام المرآة رجل قال إذا لم تكن المرآة أبدت وسامة يعني أبدت جمال فإنها قد أبدت وجه ضيغمي أسد نعم صدق الزوجة لا تتزوج بك من أجل الظاهر لا هي تريد الباطن منك نعم صحيح أو لا أي نعم هذا ممكن يومين ثلاثة ويذهب لكن تبقى الأخلاق أيضا مشكلة عندنا خلاص انتهينا من الشعر يا أخي أترك الشعر لله والله يعوضك الله خيرا منه ما تستطيع أن تقدم لله هذا الشعر تحلقه يعني ليس موس لكن يعني مقص تقدر حاول قرب لله بعد عن التشبه بالمشركين بالنساء والله تكون أجمل نعم كرتون فيلم كرتون أكبر مشكلة لماذا كل شيء يريد يوصلوه إلى الأطفال بالكرتون سحر في الكرتون شرك في الكرتون التعويذات الشركية في الكرتون طيب ماذا نصنع ممكن أن تجد حل الأولاد الصغار عندنا برامج تعليمية وفيها ألعاب بماذا يتعلم اللغة العربية بماذا بالألعاب ويلعب بالبات ولا إيش سموتاب ولا كرتون نعم ممكن نعم فكذا الكرتون مهم جدا وقف الكرتون ولابد تأتي ببديل شرعي نعم مثلا تعليم تعليم الألوان أشهر أيام هو يلعب ويتعلم ممكن ممكن أنت تتعلم مع أولادك اللغة العربية يا أخوانا لابد نفتقر إلى الله أنت رضيد أن تكون في هذا المكان لابد أن تتحمل تعمل تحاول إصلاح المجتمع تكوين مجتمع شرعي إسلامي الجيران الأصدقاء الأولاد لعبوا مع أولادك مهم جدا تختار نوع اللعب مكان اللعب يعينك الله سبحانه وتعالى ولا ننسى أدعي ندعو بها ربنا حبلنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلامنا المرسلين والحمد لله رب العالمين ترجمة نانسي قنقر